السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بحضراتكم جميعا ان شاء الله النهاردة هنتعلم اللي هو اه ازاي نقدر نخش على اختبار بتاع اه تدريب على الكتابة سواء بسرعة سواء كانت الاجابة الكتابة بالعربي او بالانجليسي اه في البداية طبعا احنا هنروح للمكتبة الخاصة بالكورس اللي موجودة في اللينك اللي موجودة عندكم في المجموعات حضرتك هتفتحه هيوصلت البسط على طول طبعا انت لما تعرفش هتدخل على الملموع اللي سميها دبلومت ماكروسوفت اوفيس لانفس المصر النهائي هتختار كلمة العناصر المميزة اللي هي اللي موجودة دي بعدين هيظهر معكم البسط الاولاني اللي هو اللي في ايه اللينكات الهمة بتاعتنا والمتاري اه تضغط على لينك المكتبة هتلاقي في لينك المكتبة ملف باز الشكل اضغط عليه هيفتح معي ده كل ده بعض الادوات اللي موجودة على النت اللي ممكن من خلالها ان احنا نمتحن آآ الكتابة طيب انا بقى هشتغل المواقع دي ازاي او بتعمل معها ازاي بضغط مسلا ولياكم مسلا على ده ده المكتوب عليه بس يبقى ده موقع بيستعمل الاختبار بتاع الكتابة بتاعه انجليش بس واللي مكتوب عربي ده بيستعمل المادة بتاعته عربي بس واللي مكتوب عربي وانجليزي ده بيستعمل المادة مسلا آآ عربي وانجليزي بس ولياكم مسلا احنا هتجرب كل المواقع دي في اول موقع مسلا اللي اشتغل عليه بقول لك تيك اكود آآ طيبينج تيست ده هيمتحنك باللغة الانجليزية فمسلا اللي هي تيك تيست آآ صار طيبينج ناو هو بيسألك بيقول هتبتحم بقاني لغة مسلا فانا بقول له مسلا اللي هي بالانجليزية انجليش هي طبعا هو الموقع زي ما قلت لك مش هيفتح معك هنا غير بالانجليزية بس فمسلا في التوقيت ده اول ما هتبتدي تكتب ايه يبتدي يهد عليه. فاحنا هنلاحظ مع بعض كده المادة دي لما بنيجي نكتبها ايه الغلاطات اللي بتحصلوا كده. طبعا لازم نخب بالي من حاجة مهمة جدا مسلا حروف الكبتا لازم تباهي رب العلامات اللي موجودة مثلا زي العلامة الفصل له وكلام زي ده. ده هيحسب لي السرعة بتاعته في الكتابة. وفي نفس الوقت هيحسب لي ايه معدل بتاعي انا بتاعته في الكتابة عاملة ادي ايه وهزا الشكل. فاحنا مسلا مع بعض كده هنجرب بس بشكل ايه? آآ بسيط. اول طبعا ما هبتدي اكتب هو بس بيأكد عليه بيقول لي انت مش بدأت لازم تشتغل باللغة الانجليزية في مثلا ده غلط. هو مش بيعديني من الغلطة الا لما لما يعني. يعني انا مسلا لو جيت هنا مسلا كتبت اي حرف بيقول لي ده غلط. طب المطلوب من ان انا اصلحه. فمسلا اضغط مصطرة. علشان اوصل الايه? للي هي مثلا اللي هي لقيت. طب غلط غلطة تانية يعمل لي الحرف. مش بيعديني من الحرف الا لما صلحه. ونفس الكلام هنا مصدر. اقول له مسلا طبعا هو مش معك خطوة خطوة اللي هو كل حرف من الحروف لوحده طبعا دي غلطة هنا اياه. بسرعة. بسرعة سنو ننزل بسلا معك على الايه? على الكلام التاني. مسلا. مسلا. مسلا علامات التنصيص. كل الحاجات دي. والحرف الكابتل لو مش كتبتها كابتل. مثلا لو الحرف ده مسلا جيت تروح تكاتبه كابتل. هيقول لي غلط. لا هو حرف سمول. مسلا كده وهو عن المسلا ايه? طبعا هي النتيجة مش بتظهر الا في اخر الاختبار. وطبعا الاختبار هنا لمفتوح الوقت. يعني آآ بتاخد وقتك انت وهو بعد كده بايه? بيحسب لك مسلا ايه الصرعة بتاعتك. انا معرفتون شوية احنا بقى هنستعمل الحاجات دي ازاي? بس ان الناس اللي ان شوالله داخل على الاختبار دولي. يقدر يعرف. هو هي ايه? هيقدم دي ايه? مسلا اوف. زا. طبعا يفضل طبعا. ده بقى بصلا حرف لو كتاب طنية مسلا. ده حرف كابتل. انا لما كتبه غلط كده مش بيسمح لي فيقول لي لأ لازم طبعا يفضل طبعا ان دي طبعا صلا ده صلا اللي هي الاماكين بتاعت الحاجة. آآ طبعا نفسه لازم تجرب الوضع ده من الكيبورد نفسه بحيس ان انت ايه تشتغل عليه? آآ طبعا انت كل الوقت مسلا ان انا شغال في ده بحسوب علي يعني انا دلوقتي مسلا لما هي ايه يطلع النتيجة هيبن مع انا مصلا ايه. يا بسطور بسطور يقضل طبعا من الكيبورد والنسي اللي حي يغطح عليها لنبدأ الأخطاء بسطور وغيرا ما بقى خلص الاختبار بيبتدي يقول لي والله مسلا انت سرعتك في الكتابة حوالي ستاشر كلمة في خمساشر كلمة في الدقيقة مثلا بتاعتك التين وتسعين وتراتة من عشرة في المية ده طبعا هو بيديك هنا سرتيفكت بس يفضل ان انت ايه مش تحمل السرتيفكت دي لا انت طبعا يفضل انت تستمى لما يبقى عندك حاجة احسن من كده لان المفروضة دي بتتدرب بحيس ان انت هتعدي معدل معين ان شاء الله هتوصل مع المشونس محمد بحيس ان انا عرف المعدل ده تقريبا مش فاكر خمسين كلمة في الدقيقة او حاجة زي كده اه طبعا انت معنا بقى احنا هنعمل لك بقى ايه ان هنعمل لك فور ما نستقبل عليه ان انت مثلا بعد ما هتوصل لكده هتضغط اللي هو زرار الويندوز شفت اس اللي هو بتاع اخذ السكرينشوت بحس ان حضرتك هدية على النتيجة دي او تروح واخد هالي سكرينشوت دي طبعا السكرينشوت واضحة بساطة حضاراتكم طبعا باين فيها طبعا اللي هنا ده لازم يكون معدلك بعد ما بتخلص تدريب اللي مسلا ممكن يطلع خمسين كلمة في الدقيقة فده مسلا ايه هتبقى الشهرات بعدك وبعد كده هتروح عامل لها حافظ مصر الموليك ومسلا على الدسكتوب ايه مكان وبعدين هتيجي مسلا هيكون في مسلا معين زي الفورمات اللي موجودة بالنسبة لنا في في الدبلوما طبعا هنزل الفيديو طبعا ازاي هرفع على الفورم ده هيكون مسلا الفيديو رقم اتنين النهاردة مشراطنا اه طبعا انت هتشوف المعدل ده لازم يكون زي المعدل المتفق عليه حسنا هنبعت بحيث ان دي هتبقى الحضارات لازم تقدم لي اه تلات اختبارات التلاتة يكون المعدل بتاعك فيهم ووصل للمعدل المطلوب اللي احنا هنبعت طبعا هااكد عليه مع المشروط سمح محمد ان شاء الله هنلاقي في موقع تاني الموقع ده ده طبعا القطعة بتاعته بتظهر لك هنا وان انت بتبتدي تكتب وهو بيبتدي يعدلك وبتدي يديك نفس الموضوع بالزبط نفس النظام يعني. هو اه الموقع التالت. تخل من الموقع ده. بس ده بسلا بيديك ستين دقيقة بحيث ان انت تختبر الكتبة بتاعتك مسلا. فوالياكم بعد كده بيحسب لك المعدل بتاعك والياكم مسلا زي حاجة زي اللي هتظهر لك دي. دي طبعا كلها مواقع للتدريب. بس هنا طبعا مش بيظهر لك قطعة آآ متجانسة او آآ لا بيظهر لك كلمات مختلفة. آآ بحيث ان انت بتتمرن على موضوع الكتابة. لكن دي نسلا الكلمة انا حملتها غلط. هو بيبتدي بقى يحسب الكلمات نسلا اللي انا بغلط فيها. طبعا ممكن اصلح يعني ممكن نرجع. اصلح الكلمة اللي انا اغلطت فيها بحيث ان هو يحسب بعد التصيح بتاعي يعني اعمل ازاي? هو بيقول لي ده انت معدلك مسلا آآ تمنتاشر كلمة في دية. آآ وبعدين بيقول لك مسلا بتاعتك حوالي سين في المية. يبقى كده ايه? ده الاختبار اللي موجود. يقول لك مسلا ممكن ايه كده? انا هو بيقول لك انت سلحفة. فالآآ فده مسلا ممكن حضرة بساعتها تروح عمل بس كده اخته هو اخد بايه? الاختبار ده مسلا طبعا بعد ما كنت عددت المعدر اللي احنا هنتفق عليه. سانية واحد. اختبار الرابع ده باللغة العربية. الموقع ده طبعا بيديك اختبار معين ممكن دقيقة تلات دقايق خمس دقايق بس ده بقى بطايمة. آآ طبعا فيه انك تختار نص الاختبار. يعني مسلا الموقع مسلا زي موقع يديم مع التقدمة كتنوي بشار فيه. ونحضرتك اقربية المقال. بحيس ان انت استعد اللي كتابته. بعدين مسلا بتضغط مسلا بدء الاختبار بعض النص. هيديك مسلا تلات دقايق بحيس ان انت مسلا تشتغل ايه? عليه. طبعا احنا مسلا اختبار مسلا ممكن تختار حاجة شوية مسلا زي خمس دقايق. وهو اللي يختار لك مسلا. طبعا بمجرد ما هتبتدي تبدأ هيبتدي الطايمر ده يشتغل معك ويبتدي مسلا هو اللي يقول بهذا الشكل طبعا هنا الغلطة ممكن تصلحها ممكن لأ. بس الميزة هنا انك مسلا لو عملت حاجة مسلا مش صح. ممكن مسلا ترجع ايه? بس والله او بيعديها. مسلا كبير هنا مسلا ما غلطة. حسنا. حسنا. موسيقى. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة